السلام عليكم إلى هذا اليوم ما كنا نقدر نسوي هذا الاختبار ليش؟ لأن ألعاب الطرف الثالث على البلايستيشن 5 ما نزلت أو ما توفرت لنا كإعلاميين إلا اليوم وش اللي نقدر نسوي الآن؟ بنسوي مقارنة بين ألعاب الجيل الجديد مش ألعاب الجيل الماضي أو ألعاب بلايستيشن 4 لا ألعاب البلايستيشن 5 نسخ البلايستيشن 5 من أساسن كريد من واتش دوغز من ديرت كلها اشتغلت اليوم بنقارنها مع النسخ اللي موجودة على الأكس بوك سيريس اكس بنشوف مين في الجهازين فعلاً يقدر يقدر يقدم الأداء الأفضل من ناحية السرعة هذا الاختبار جداً مهم شوفوا نتائج معنا عشان تعرفون وش اللي صار مقارنة السرعة النهائية بين الجهازين الآن وصلنا للحظة هذه طبعاً بنبدأ التعليق الحين ومعاينه وافل نغموش هذا تحدي محمد ما قدر أفوته أول شي بنبدأ بواتش دوغز نشغلها من البداية اللعبة مقفلة بالكامل نسخة الجيل الجديد اللوغ طلعت على البلايستيشن البلايستيشن سابق كما هو واضح الأكس بوكس مبعيدة عنا نشوف الفرق بين اللعبتين هذه أول لعبة جيل جديد بالكامل مصممة للجيل الجديد هذه نسخ الجيل القادم اللي مسويتها يبيسوفت وفيها ليتريسنج بلايستيشن اكتمل 21 ثانية مرحب مو كبير ثلاث ثواني في فرق ثلاث ثواني رشرة موية رشرة موية المرحلة هذه الأولى فوق فيها بلايستيشن فرق ثلاث ثواني الآن بنشوف لما ندخل اللعبة نفسها من القوائم واتش دوكس نشوف مين يشغل اللعبة أسرع البلايستيشن ولا الأكس بوكس هل بتكون ثلاث ثواني يا ترى ولا نش شيء نشوف يمكن هذا شيء ثابت يمكن متغير خنشوف طيح شوف اللودينج يتحرك هذا يوقف وذا فجأة يدعس عليه وهذا يرجع يالله خنشوف بلايستيشن يكتمل لكن ما لا أخلص ما الحين يكتمل لحق الأكس بوكس يلا أوكي طلعت اللوغو أول ما يطلع العرض السينمائي هو بدأت اللعبة أوكي بلايستيشن ثلاثة وعشرين ثانية فرق ثلاث ثواني مرة ثانية طبعا هذا العرض السينمائي مجرد ما نضغط X أو A على طول بتبدأ اللعبة فما في لودنج خلاص نتهى اللودينج هنا الفرق ثلاث ثواني حرفيا أوكي ثلاث ثواني في التشغيل ثلاث ثواني في تخل اللعبة الآن بنجرب لعبة ثانية من مطور ثاني اللي هي ديرت فايف برضو هذي نسختين النيكس جن كلهم على الأكس بوكس وعلى البلايستيشن لعبة مصممة للجيل القادم وفيها عدة خيارات غرافيكس متطورة هنشوف كم ياخذ فرق التحميل تتوقع الثلاث ثواني مرة ثانية ممكن في تفوق الجهاز هنا لأنه شوف هذي بلايستيشن أنا ردي بادي سابق من الأكس بوكس فممكن البلايستيشن يدخلها بكرة والله الفرق بسيط بعد هنا مبين يعني بس نشوف كم يوصل بالضبط أوكي العرض السينمائي هو بداية اللعبة ثلاث ثواني مرة ثانية أوكي الفرق ثلاث ثواني مصممين أوكي طب خنشوف ديرت فايف لما ندخل داخل اللعبة عشان نبدأ الجيم نبدأ السباق ونشوف كم الفرق بيصير طبعا هذي شاشة طور الأركيد نشوف ندخل على السباق هذا ثلاث ثواني مرة ثانية يا حمد والله ما دلي صراحة إن شاء الله غيري آخي أنا طفش صراحة طفش بالثلاث ثواني أوكي كنم متفقين سألني ما كرسوف ثلاث ثواني لا تكثر خلاص أوكي سبقت صفحة الإكس بوكس بدأت قبل حق بداية السباق أكثر من ثلاث ثواني المرة هذي خمس ثواني خمس ثواني أوكي هذا أول وحدة تتفوق فيها الإكس بوكس على البلاي ستيشن في سرعة التحميل هل هذا يعني ما أدري صراحة شيء يعني لأن خصوصا في بداية اللعبة إيه بلاي ستيشن تفوق طيب خلنجرب اللعبة ثانية نجرب أساسن كريد الحين نشوف مين فيهم يبدأ اللعبة أسرع أوكي والله من البداية نبين البلاي ستيشن أخذ التفوق أوكي مرة بتأخره الإكس بوكس إيه بس غريبة هذه شاشة البداية وصلها بلاي ستيشن في خمسة عشر ثانية بس في طلعت شركات شعارات ومحرك حق اللعبة في الإكس بوكس إيه ونحن ما ضغطنا شيء في البلاي ستيشن غريبة أنها طالع الشعارات هذه ممكنها تحميل إحنا قلنا الشركات تستخدم شعارات وعروض للتحميل واو الآن الفرق وصل فوق خمسة عشر ثانية كثير فوق عشرين ثانية لسه أوكي قربنا أوكي خمسة وعشرين ثانية الفرق بين الإكس بوكس و البلاي ستيشن في تحميل الإلعاب أوكي طبعا مثل ما سوينا مع كل لعبة مثل ما سوينا الدخول للعبة الحين بنشوف نبدأ القيم نفسه من الحفظ هذه الشاشة طبعا اللي نبدأ فيها اللعبة نشوف أدري أشوف فرق شاسع مثلا تحمست قبل شوي هل هي يعني نقول أساسن كريد غير المطور غير طبعا نفس الشركة الناشرة بس المطور مختلف فخنشوف كم يأخذون عشان يبدون اللعبة فرق ثانية ثانية بس البداية هي اللي البداية اللي كان فيها فرق ايه صح والله شيء غريب صراحة هذا نفس المكان طبعا في اللعبتين احنا مختارينه عشان ما يكون فيه فرق في اللودينج مزبوط ثانية والله طب الآن قبل أن نختم الفيديو خنوريكم الأجهزة نفسها كم تأخذ في التحميل طبعا هنا تشغيل الجهازين بالكامل من الصفر مقفلين تماما كانوا مفصلين من الكهرب خنشوف كم يأخذون عندنا البلايستيشن طالع الشعار وليكسوكنا طالع الشعار طبعا ما يعني شيء كل واحد له سلوب وبالعنيميشن نشوف مين اللي يشغل فعلا الجهاز قرار يعطينا الفرصة أوكي ثلاث ثواني تغمض عينيك تفتح حتى دخلت اليوزر تمام حلو أوكي الأكسبوكس أخذ ثمان ثواني أوكي يعني التفوق اللي جابه الأكسبوكس في التشغيل اخسره في الدخول لليوزر في النهاية الشخصا بيلعبه مع بعض طبعا هذا آخر تست بنسويه لهو لمن يكونون في وضع النوم الأكسبوكس أخذ ثانيتين بالضبط البلايستيشن خمس ثواني فرق ثلاث ثواني نقدر نقول يعني يعني مرة شيء بسيط صراحة والفرق بين الجهازين يعني ما شفنا فرق كبير في لعبة واحدة والتي كانت أساسين كريد طبعا نواف ممكن نشوف إحنا في النهاية أنه الموضوع بيختلف من مطور الثاني ومن لعبة الثانية أحيانا داخل نفس اللعبة اللعبة تتفوق في تشغيل ولعبة ثانية تتفوق في تحميل ملف التخزين فتختلف من مطور الثاني ممكن تعرف مع الوقت الشركتين أو المطورين يعرفون العتاد أكثر والهاردوير أكثر ويقدرون يخصصون الأشياء ويخلون التحميل فيها أسرع في الألعاب صحيح ممكن نشوف الأشياء تتغير مستقبل عموما نحن نحن حبينا نعطي الجمهور لمحة بدائية على ألعاب الجيل الجديد من الأسرع في التحميل فيها يعطيكم العافية كالعادة على المتابعة لا تنسوا اللايك اشتركوا في قناتنا مشتركتوا الحين لأن المحتوى الجاي جبار مع السلامة